اشتركوا في القناة لشركة مصر للطيران يأتي ذلك في إطار تنفيذ توليهات رئيس الجمهورية بعادة المواطنين المصريين العادقين في لبنان إلى أرض الوطن وفي ظل إلى إجازة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية لجاليات المصرية في الخارج وقد أعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم للسيد رئيس الجمهورية والاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية ومن جانبه أشد وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان سواء عبر رحلات للعودة إلى مصر أو تقديم الخدمات الكورنية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية في بيروت على مؤصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في لبنان وكان قد زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بيروت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي كرسالة دعم وتضامن مع لبنان حيث أكد عبد العاطي أنه تحدث خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من المسؤولين اللبنانيين عن احتياجات الشعب اللبناني في ظل معاناة النازحين وضف الوزير أن مصر تعمل على تلبية هذه الطلبات من مواد نذائية أو إيواء أو مواد طبية وسنستمر في تفعيل الجسر الجوي ليس هبا من مصر لكن هذا واجب ومسؤولية مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والشعب اللبناني الصامد في لبنان وتابع الوزير تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الخاصة بالأفقار المطروحة لوقف إطلاق النار وشدنا على دعمنا لأي أفكار تؤدي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط ودون المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وتحدثنا أيضا عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب تنفيذا للقرار الأممي رقم 1701 دون انتقائية وهذا الأمر من ثوابت الخارجية المصرية مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وأصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم في نهاية المطافة على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة